موسيقى وحنا كنعيش وفرحة الاعتراف الامريكي التاريخي بسيادة المملكة المغربية على التراب ديالنا في الصحرة كاملة وكنعيش وفرحتنا بتلقي حدد كورونا اللي هو بشرة خير علينا وعلى العالم باش ترجع لحياة لطبيعتها وينعمو الناس بالصحة والعافية يارب يكمل على بلادنا بالخير ويساعد كل إنسان تمحن وتنكد فهد السنة اللي جمعت شنطة وهما بقى لها والو تدرك زلافتها ولكن طاريخ الانتخابات راه قرب وهد الحكومة حتى هي كتجمع حويجة باش ترحن بزاف غايقولوا مشي ابلا رجع وبزاف غايقولوا غانهرسوا من وراها الشقوفة والخوابي ولكن احنا كنقولوا وخانهرسوا قاع الشقوفة والخوابي ديال الدنيا هرا هاللعبة كي ينفجوش ديال العمليات في صندوق الانتخابات وفي بعض الأحزاب ديالنا وهنا خاص المواطن يفرش خرمانا من اللي يكون قدام صندوق ديال التصويت باش ما يبقاش الفساد الانتخابي وشيراء ديما من المواطنين والكدوب عليهم وتغليطهم الخاطر ره ما شي غير فدوك اللي كيركبوا على ظهر الدين وكيسرجوا خيول تغليط هادوك رهز ما نكشفهم وعرى الكبتوا النفاق ديالهم هادوكم اللي توزروا بانوا على حقيقتهم أنا بعد ما عمرني كنت كان عرف أن كلمات توزروا بحالة بحال تظوروا بدل غير بلايس الحورس المهم توزروا أو تظوروا اللي يعطى الله هو هادا ونخاف ونبقوا تابعينهم بعينينا ويفلتلينا شي واحد من الجناب ويدبح لنا الحمامة ليلت لارس حيت كان في الأحزاب اللي ما عمروا خرج من الحكومة وخاصنا نسولوا شنو دار لنا وها هو اليوم قال لك بغى يقودنا وحتى هنا ثاني خاصنا نحلوا عينينا مزيان باش ما نغلطوش في الكلمة وباش نقراوها صحيحة حيت يقدر اللسان يزلق ويخرج هاد الكلمة مفاكمة اللسان را ما فيه عظم أحبابي دب هاداك السيد اللي كيسميهم البومبة واللي حاضر تبارك الله في البر والبحر حاضر في السياسة وبين طوابل والكراسة حاضر في جنب الطرقان وفي السماعن الطياران حاضر في العجينة والكوزينة حاضر في السيارات والمهرجانات وحتى في العراسات وفي الحوت وفي الأكسيجين عند الموت حاضر في البني ديمة وبين الحديد والسيمة كيف يفكر دبا باش يحكي من نحته هو؟ وش ينشي حكام كثير من هذا؟ وأكثر أنه فين مثل فتنا نلقاه في البلدان الديمقراطية راه راجل الأعمال خاصه يمشي قابل هموم واستثماراته والحقيقة صعيب ينجح في السياسة بلا من تكلموا على ترامب ولا على فين وصلت إيطاليا معبر لسكوني أو لبنان أشنخدات من رجل الأعمال سعد الحريري سادي سادي ونشوفوا غير حريرتنا بعدها اللي بزيف ديال الأحزاب عندنا ما كيحمروش لوجه أي وعلى الأقل ما تحمروش لنوجهنا بتصرفيق هذه البومبة راه هي سبب خلاء ضربونا في الغلاء ديال المعيشة حيث كانت تحكم في حياتنا كاملة وفي الأتمينة الكبيرة والصغيرة من البرة اللي في الخيط والياجورة اللي في الحيط حتى الكفتة والكوتليت والصوصات هاد شي اللي اعتلع ولكن ما خاصناش نرجعوه لتجاريب قديمة بحال ديال المرحوم كاريم العمراني راحنا في زمان آخر وعهد آخر وحكم آخر دا بغير قولوا لي ها هاد السيد شد كل شي الكبيرة والصغيرة والبعشرة والرهين والكرا وعناش بغير يشدلينا عناقنا هاد ورا هم عناقنا يا ناس ياك غوتنا حتى مشرق من الحلق ودرنا المقاطعة أيام وأيام علاق بالأسعار والحتيكار ولكن اللي حكمنا هو واللي معاه كيفاش غيكونوا الأسعار هنا الدرهم يقدر يتحجر قدام الدولار وحنا غير ولاد باب الله وغدى الأسعار أكيد غتكون نار على نار ما خاصناش نشعلوها بالدينا وانتفرجوا فيها هالعار دا بغير قولوا لي واش هاد السياسة؟ واش هاد مواقف؟ يا ناس ومنتم ناس يا الزايد اللهموم فهمه ويا المعاونين الظالم على ظلمه راكم في القلب يا ناس الغيواني واليوم ياك المغريب كي يسجل مواقف كبيرة للتاريخ بخصوص قضيته الوطنية ومالشي وحدين مدرقين اخناش شوم بالحيط وفين هو مو الشكارة والبومبة؟ يكسع الدلة تماني حركاته المسؤولية والنفس ورغم الإحراج تحلى بشجاعة وبن كيران خرج من جواه ومندار لحداه وسجل نفسه موقف شجاع وفينكم اللي بغيتوا المغربة يصوتوا عليكم؟ را قلت لكم في اللغة كين كلام وكلام واللي بغي يقود خاصو يكون قاد ومقاد وعندك اللي بغين يحكموا غدا القاوروس هم مقادرين على والهم وش فهمتوني المعنيين بالأمر؟ ولعوتاني نشرح لكم بصبورة والخشيبات والتباشير وديرها غازوينة اشتركوا في القناة